مباشرة إلى بيت الزراعة والخبير الزراعي مروان حيدار لا يخبرناه جديده عن السلال والموني وتهيفط الناس على هذا الموضوع صباح الخير هاي مروان بونجور بونجور يعطيكم العافية انت كمان مرسي اليوم مثل العادي رح نعمل سلال بعد ما حضرنا كل السلال بس رح نبلش بسلة القرص عني كنا حكينا عنا مباريح رح يكون في عنا سلة قرص عني بيجي مع بنادورة وبصل وطوم رح نفرجي سلة هيك هلأ كنا عم نحضرون وبقية السلال هلأ عم نعملون لأنه شوي كان في علينا ضغط اليوم ما لحنا نعمل سلال تانعرضهم دغري على التيفي السلال اللي رح تكون عنا هيكون عنا أرنبيط هيكون عنا سلة بتنجاني بدعبال سلة فتوش أكيد مثل العادي سلة تبولي كمان مثل العادي ورح يكون في عنا سلة القرص عني مثل ما ذكرت وسلة بنادورة وخيار وقرص عني كمان ذكرتها وأكيد سلة الفواكي اللي فيها ليمون كليمانتين وموز هاو هنستيل اللي عنا اليوم رح نوزع اليوم حيكون سير خفيف يعني مبدئيا رح يكون الطلبات خدمة سريعة بس في شغلة أنه بعد العشرة ما رح ناخد طلبات نلح نبرم على الكل كنا عم نحصوب للـ 11 عم بيصير في عنا كتير ضغط من بعد الـ 11 للعشرة ماكسيوم ناخد الطلبات وبيطلعوا السيرات بيوزعوا على كل المناطق هادي اليوم السلال اللي عنا في عنا شغلة كتير مهمة أنه العسل كنا في عنا فترة قطعنا صار في عسل من الأرعون اللي هو الشوكي والحمضيات والسنديين زيت كمان بكل الأحجام حسب ما عم نشوف نعم كل الأحجام صح والزيت كمان عنا كل الأحجام اللي هي 250 ملي 500 750 وليتر وأكيد تنكي واللي بحب يجيب معه الألفية تبعيته منعبيله الزيت منخصم له الألفية تما يتكلف عليها زيادة وأكيد مثل ما شايفي كل المنتوجات نتالي وريتا مثل ما شايفين عنا العكوب يلي شتلي معروفة عنا بجبال لبنان كمان بلشنا نرجع نجيب منها العكوب عنا القرص عنا شو يعني أنا ما بعرف شو يعني العكوب كمان فينا نحكي شوية عنا شتلي تطلع بجبالنا هي شتلي بتطلع بجبالنا بديكون حنا بيعرف يسلق مضبوط لا يقدر يجيب منها رح يرجع أخذها برية يعني مش أنه تنزرع فويدة صحية كتير عالية مثل الهنبي بس شوي لما نكون عم نقطفها فيها شوك فيها طريقة معينة حتى يشيلوا عنا الورق ويحطوا ويكبسوها ويكلوا الجزع طبعا كتير طيبة خاصة لقاعدين بماطق جبال أو صوب عكار كمان بحبوها كتير هالشتلي ومتل ما ذكرت لكتير فويد بكنا بنعمل هيك سيجمون صغير عنا منفسر وين موجودة وكيف تتقطف وشو طريقة التعاطم ما فينا نشيلها ونزرعها بأرضنا هيدا بدي أقل لك هي يعني مننا أو من الجوان لا لا هيدي شتلي برية بأيام الشتة فينا نحفر مع طراباتها ونجيبها لعنا بس إذا ملايما التقس أو ملايما ممكن تموت يمكن ما ترجع تطلع يعني مش مثل القرص عاني القرص عاني فينا نعملها هيك الهند البرية فينا نعمل هيك بس العكوب شوي سبيسيال إذا الأرض ملايامتها صعبة ترجع تقلع عنا بجنينتنا وتتكاثر في عنا الهليون كمان الهليون يعني الكمان البري من جبال لبنان ومن أراضي لبنان مش ترور جبال جبال يعني من الوسطية كمان طعمي جدا رائعة كمان صار في عنا كتير منه هلأ عم نقربه شوي على الكاميرا تايبين ومثل ما عنا بقية الإشياء شغل البيوت مثل ما بذكر دايما أنه نحنا كل غراضنا شغل البيوت مثل اللبن المكعزة ليه الكشك المكعزل يلي مكبوس بزيت أو كل هالمربيات كان مربى الفراز يلي عنا نوعية رائعة ومربى التين مربى سفرجل مربى التفاح كل هالأصناف هايدي الحلوة وكمان عملنا حلقة بالعوافة من جمعتين كيف بيحضروا المربيات بكرة بس تنعرض هيك اللي بيحب ياخد فكرة المربيات بأي بروسس بتقطع تحتى توصل للمردمين كمان بيقدر يحضر برنامج العوافة وبيقدر يشوف كيف بيغلوه كل أنواع الفواكه عملنا هلأ مربى الفراز مربى التفاح وعملنا مربى اللقطين هايدي بحلقة لحالة لأنه بياخدوا وقت ورح نعمل نبقى سيجمونيت بالحلقة كل مرة بنخد تهم على مربى أو على كبيس أو على أي نوع يلي نحنا نستعملوا ببيوتنا ومنشرح عنه هايدي بالعوافة يعني بيصيروا ينحضر من عشدة هيك نقشع كيف الطريقة كلها يلي بتنعمل ورح نرجع نعمل بالموسم التاني كيف بيحضروا حامض الحسرون دبس الرمان تعرفي هاو الشغلات بياخدوا كتير وقت يعني نحنا توصل لعنى الأنينة على البيت منشوفها هيني منحط منها ومنستعملها بس الطريقة اللي تنعمل مثلا محل ما بيعملوا دبس الرمان الداري اللي بناخد من عنده كل أنينة دبس الرمان بتاخد 24 كيلو ونصف رمان تيغلون وينشفون وميعنون رمان الحامض كمان أو اللفان صح صح وحامض الحسرون مشان هيك نحبين نضوي شوي على هالاشي اللي عن جد بتاخد وقت مع ستات البيوت لحتى نعرف دبس وصل لعنى قدي قاطعين بتاعها قبل ما يشتروا ويشوفوها هيك منضوي شوي على مروان في حدا عم يسأل رب البنادورة بردون ورب الحرب في حدا عم يسأل هلأ بهيد الفترة شو ممكن ينزرع يعني انت عودت الناس المزرعات هيك خفيفة نضيفة على البالكون بهيد الفترة منا ملائمة لا ولا شيء إلا الفول والبازيلا التوم والبصل بس ما معرف إذا هولي بالبيوت بلا بس هلأ على البالكون شوي محدودة بس مثل هلأ بينزرع الفول البازيلا مثل ما ذكرنا التوم وبصل الهنبي السلق الملفوف الأرنبيت لبروكلي بس هوا منه زرعية البالكون بس إذا حدا عنده حوض كبير على البالكون بيقدر يتسلى بحط مثلا توم وبصل بيقدر يستفيد منهم بيقدر يحط فول وبازيلا لأنه إذا عنده حوض طويل يعني مش بلكون صغير بيقدر يكتر البازيلا وبشوف شو طعمتها بتكون طيبة وقدينها ويتها منيحة إذا عنده جنينة قدام البالكون بيقدر يحط بقلبها بطاطا هلأ بينزرع البطاطا يعني في عنا كتير أصناف بتنزرع ممكن الكاي اللي بينزرع هلأ يعني كل هالحشيش تنزرع ساحي لحدود السبعمية 800 متر بتقدر تنزرع واللي عبي سائب هلأ أنه عبي كون تأس بعض وشوف يعني ما بيجي شتي ما بيجي ساعة هاي زراعية بده ساعة يعني اللي زرع خاص من شهرين أو شهر ونص هلأ عبي شلف عبي ينتزي عبي يعمل زهرة البيضة تبعيته كأنه أيام صيفية ما بتكون المشكلة من البذور بيكون مشكلة لأنه التأس عن جد ما بيجي تأس ساعة تيساعد هالحشيش تاخد التأس يلي هي بحاجة لأله بس أي بويت فيها نزرعون فيها نزرع روكة على البالكون فيها نزرع رشيد الزعتر يلي الورقة طويلة كمان يبينزرع على البالكون وبيقدر يطلع منه إنتاج فيه يعمل بو نانا وبيستعملوا كل السنة مش ضروري بس بالشتوية بيستعملوا كل السنة فيه زرع بقلي بس أول يعني بعد هلأ بشوي فيه زرع بقلي كمان تب يلا ميح هو كتير منح فيه زرع هلأ بكفو عظيمين للسلاد اليومية سوريا تريد بس عم بيخش الصوت شوي للا عمقول أصلا هولي بزيادة ومنح وعظيمين للبيوت يعني بينزرعوا وكيفين لك البيت مرسي لك مروان هلأ بأول موسم بعد شهر مرسي لحلطيك إذا كنت عم تقول شي تفضل كف الفكرة أكيد سوريا أنا ما بقعا بسمع شي رح صوت على الأخير فيه كثير خش بالصوت بنا نشكرك مروان حيدة لألخابير زراعي أكيد منرجع من تلاقي فيك مكلك اليوم بحلقة جديدة ومعلومات إضافية ترجمة نانسي قنقر